هل يرضى كل شيء حر بهذه الرواية يعني نحن نقاتل على والله ما يعني ارضاء العمر ولا رفعة العمر ولا اي شيء من ده ولكن والله ندافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو فاطمة ندافع عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اضاعه لان القصة كلها مسألة الكسر دي من نهج الخيال يعني ما انزل الله عز وجل بها من سلطان وهي تطعم في علي قبل ان تطعم في فاطمة تطعم كمان في النبي صلى الله عليه وسلم ايه رأيك يا شيعة تعالوا نقرأ كده واحدة واحدة ونشوف هل فعلا القصة طبعا بلا سند يعني يكفي ضعفها يكفي وضعها انها بلا سنة اصلا يعني قصة ولا في الخيال وبيستندوا عليها في مسألة كسر دلع الزراء ولكن انا عايز اتتبع قصة كده واشوف هل فعلا هتدخل عقلنا ولا لا اصلا لما بتيجي في الحسينيات وتقال في الحسينيات يبتدي يضرب على وطر العاطفة وقالت يا ابا تاه وقالت مش عارفة النبرة نفسها والبكاء نفسه يجعلك تبكي اصلا من غير ما تعرف يعني لو لو واحد جاءت كده وشوف واحد بيبكي يبكي جنبه وخلاص يعني من شدة حرارة المتكلم يبكي وخلاص طب يا عم انت ركزت في الكلام اللي بتقال انت يعني حاولت تتفكر في الكلام اللي بتقال لا هو كل همه ان فاطمة ضربت وده بيبكي فنبكي معاه والله بتكلم بجد يا اخوان فالنهار ده انا جاي بروايتين رواية عن حميدة ورواية عن فاطمة رضي الله عنه ارضاه ونشوف الفرق ما بين الاثنين تخيلوا ان انا لما ركزت في الروايتين لقيت ان حميدة افضل عند الله من فاطمة رضي الله عنه ارضاه تخيلوا وحسبتلكوا النهار ده بالدليل من كتب الشيعة يعني مش من كتب اي حد تاني ولكن اي شيء هيدخل بالله يلتزم بالحوار يعني يلتزم بالمطروح لان النهار ده يوم ما فوش ولا عائشة ولا عمر ولا ابو بكر ولا اي حد من دوله اليوم النهار ده فاطمة وحميدة والنخسين طب انت دخلت يا عم سوسا ليه هقولك انا دخلتها ليه تمام فالله المستعب